النساء في الابراج كده متعبين اوي وصعبين اوي يعني لو انت فاكر ان انت ممكن تخلوهم يحبك بسهولة او ان انت تاخد منهم اللي انت عايزه بسهولة يبقى انت هتتصدم وممكن رجل زي حالاتي انا كده حمل مستعجل على طوله عايز كل حاجة بسرعة يتعب اوي معاهم اكتر ست نساء ممكن تكون متعبين وصعبين في الموضوع ده بالترتيب تتوقع وكل انسة تتوقع برجها يجي في المركز الكاب وحد اسكى شوية اقول لنا المركز الاول لان انا بقرأ كل تعليقاتكم ويلا بينا يعني كده مرحب بكم وادما لمشتركش في القناة ان هو يشترك ويلا بينا نبتدي في المركز السادس حد توقع فارسة احلام الشباب العقروبة رغم ان هي انسة مائية يعني الحب لي كلمة عليها ولكن مش دايما لان ربنا ادها عقل كده ميزان من دهب يعني العقل بتاعها فلما بتلاقي القلب كده عياخدتها في سكة غلط بتقول له استرنا كده اهدى علي عشان نحسب الموضوع وبتتحكم اوي في نفسها وفي مشاعرها وممكن تجيب لك جلطة ولذلك انسة ورجل اقرب بتيجي معانا في حالة النهاردة مش سهل اطلاقا ان انت تدخل قلبها او حتى تنال ثقتها كل دي حاجات ممكن تصعب من مهمتك من الاقتراب من الانسة دي وكمان ليها مواصفات قاسية ممكن تقعد طول حياتها ما تلاقيهاش ويتبقى براحتها بقى فنعلى في المراكز كده ونوصل للمركز الخامس وهنلاقي الفارسة العنيدة وانسة ورجل حمل في المركز الخامس ومعنى ان هي فارسة عنيدة واحنا سمناها فارسة عنيدة اذا لازم تخشى منها ولازم تكون حاضرة وبقوة حاجزة نفسها مركز مميز اوي في موضوع زي ده الحملوية الصعبة في المواضيع اللي زي دي اصعب كمان من رجل الحمل ممكن بكتير مزعجة انجاز التعبير في المواضيع دي ومش اي حد يعب الراس عندها زي ما احنا بنقول على رأي اخوتنا الخلايجة لو انا بقولت صح او يملد مغهب المصر يعني لذلك يا انسة وطبعا بقول كل قاعدة في الدنيا استثناءات ولكن 95% من الموليد كل بورجي بينطبق عليه الكلام ده وده اللي احنا نعرفه عنه هنخش في الجد يعني رباعي خط النار في حلقة النهاردة حد توقع انا عايزكم لو شافيه الحلقة دي يعني لو عجبتكم ياريت لايك وشير خاصة اصدقائنا على الفيسبوك على قد ما تقدروا توصل لبقية اصدقائنا صاحبة القوة الناعمة الضاربة ملكة الرواءان انسة بورج الدلو في المركز الرابع الهدوح حاجة جميلة والسلاسة والهزار والدحك ولمسة الجمال كده والسياسة واللطافة والظرافة ولكن تيجي في موضوع الحب هتتعبك اوي وهتطول عليك المسافة اوي ما بينك وما بين قلبها حالها حال الفارسة العنيدة والعقروبة في الموضوع ده وإلا ما كانتش تيجي في المركز الرابع فيه في المركز التالت انسة اقوى منها او اشد منها شوية في الموضوع ده بل اشد من كل نساء الابراج دخلنا في النساء الطرابية وما ادراك بالنساء الطرابية في موضوع زيدة السورية العنيدة الصعبة ملكة الرزانة وملكة العقلانية واحدة ملكات التقل واللي صعبة اوي اوي ممكن انت يعني تتعب اوي وهتتعب اوي اذا فكرت ان انت تصل لانسة برج الطور ووحدة وحدة وبلها في المواضيع ده او المواضيع دي طويل اوي وتحب تمشي على مهلها وتدرسك على مهلها وتعملك اختبارات هتنجح فيها ولا لا انت تستحق ولا لا ولذلك كل ده واسباب تانية يجعلها انسة صعبة اوي في المواضيع اللي زي دي هنعلى ونخش في الجدة اكتر في انسة في المركز التاني حد توقع اشد منها انسة برج العزراء الطرابي قمبلة الزكاة والعزراء بتظهر ان هي سلسة وجميلة وطيبة وسهلة ولكن ما خافية كان اعظم وتحت السواهي دواهي اوعى تتخدع في العزروية امتلاك قلب العزروية او الوصول لقلبها صعب جدا جدا وكسرا من الرجال المستعجلة زي حالات كده على رأسها الرجال النارية والهوائية بيهرب من نص الطريق بيرجع من نص الطريق لانه ما عندهش طاقة تحمل ولا عنده صبر ابدا ليه فلسفة انسة برج العزراء في الموضوع اللي زي ده فبيروح انه هو عايز حاجة سريعة وعايز مشاعره يعبر عنها بشكل اسرع وينال التعبير كمان عن مشاعر الانسة اللي هو عايزها بشكل اسرع وده مش هتلاقيه ابدا مع العزراء ولا هتلاقيه مع الدلو ولا هتلاقيه مع الحمل ولا هتلاقيه طبعا مع احدى ملكة الدهاء الاولى العقروبة كل النساء دي اللي شرفتنا في حلقة النهاردة ولكن دلوقتي موعدنا مع صاحبة المركز الاول مين توقع ومين كتب يلا بنا نروح لها الموضوع مش صعب هي لطالما كانت مميزة او مميزة جدا في المواضيع اللي شبه كده انسة برج الجاد بتتصدر نساء الابراد كلها في حلقة النهاردة لذلك ممكن شوية انا وهي ما فيش عمار بيننا اوي اوي يعني يعني ممكن انا كحملوي ما انا بضرب مثال به على نفسي صراحة انا مستعجل يعني انا في الحب مستعجل اوي وعايز التعبير عن المشاعر بالسرعة اوي ولذلك مع انسة برج الجادية ممكن ما يبقاش في عمار بيننا اوي هي اصعب الاناس انجاز التعبير في الموضوع ده وصعب اوي اوي والمسافة والطريق لقلبها طويل اوي اوي فوق ما انت تتخيل وعليك ان انت تتزود وتتسلح كده بالصبر والتحمل وإلا هتهنك في نص الطريق وهي دي المشكلة وهو ده الخوف عليك لو انت هنكت هتبقى مشكلة كبيرة يعني اكتبوا لي اراءكم في الحلقة دي دايما بقول لكل قاعدة استثناءات اغلب مواليد الاناس دي وينطبق عليها الكلام ده واستحالة هتلاقي برج انسة بتجمع كل الصفات المميزة او المميزة او السلبية بي وغد حاجة ودي وغد حاجة والاختلاف هو ده السبب او من احد او من احدى اسباب الجمال يعني اكتبوا لي اراءكم واي حد على الفيسبوك او في اي مكان بتشوفوا فيديوهاته عنده غير محمد ابو زيد نصاب وعتصقوا فيه وبحبكم جدا وشاروه على قد ما تقدروا لنا قنوات تانية واللي بيسأل ازاي تواصل معايا فيسبوك انستجرام كل الروابط دي في وصف الفيديو او انزل على التعليقات لو انت على الفيسبوك الروابط دي واشتركوا كمان في قنواتنا التانية واللي بيسأل بنعمل لايف فين وبناخد الاسئلة نرد مباشر فين تقريبا كل ريلا على الانستجرام وعتوحشون الجمال يعني يكتبوا لي اراءكم واي حد على الفيسبوك او في اي مكان بتشوفوا فيديوهاته عنده غير محمد ابو زيد نصاب وعتصقوا فيه وبحبكم جدا وشاروه على قد ما تقدروا لنا قنوات تانية واللي بيسأل ازاي تواصل معايا فيسبوك انستجرام كل الروابط دي في وصف الفيديو او انزل على التعليقات لو انت على الفيسبوك هتلاقي نساء الروابط دي واشتركوا كمان في قنواتنا التانية واللي بيسأل بنعمل لايف فين وبناخد الاسئلة نرد مباشر فين تقريبا كل ريلا على الانستجرام واتو حشول